مساء الخير أنا دلوقتي أغير الموضوع شوية يعني كنت أتكلم فيه من فترة صبح وكده هو موضوع فني شوية أنا مش أتكلم عن يعني عمل فني وكده بس أتكلم عن بعض الذكريات والناس الواحد شافهم وكان بيشوفهم في الممثلين كان بيشوفهم في المهرجان الكاثوليكي وده كان بتعمل في الشارع اللي كنا سكنين فيه شارع بنك مصر كان المبنى والقاعة اللي كان بتعرض فيها المهرجان كان في الشارع بتاعنا فكنا بنروح ودايما كان بيبقى في يناير أو فبراير للأسف كان فيه اتنين كان نفسي تصور معهم انما ما يعني أول واحد هو الأستاذ وفارس السينما المصرية الأستاذ أحمد ماظر ولا أعتقد ان هذا اللقب ينفع يعني يعطى لأي حد هو مش فقط فارس السينما المصرية وفارس السينما بصفة عامة وده كان يوم برد وكانت الناس اللي حضرة كانت ناس قليلة وهو ما كانش جاي في الختام كان جاي يحضر وكان في لجنة التحكيم ومجاش للأسف في اليوم يعني لما كان بيحضر الفيلم بيتزعه وكان بيبقى على مدة أسبوع أو أسبوعين كل يوم بيبقى فيه فيلم فالمعاد بيروح يحضر الفيلم مش واخد يعني إخوانه ان هيبقى فيه حد من الممثلين أو كده وعاد بيبقى فيه حد من الصحفيين وهو قريدي اللجنة بتبقى شافة الأفلام ومحددة يعني مين اللي هي يكسب إنما هو كان حاضر وواحد ما كانش معاه كاميرا فما صوروش تاني واحد هو الأستاذ محمد توفيق وللأسف برضو بس هو كان موجود يوم الختام وخد جايزة على عمل كان عامله اللي هو مش فاكر كان أنهي واحد أعتقد اللي هو اي 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 أو حاجة كده كان طالع دور مش فاكر كان ايه بالظبط إنما يعني ده برضو من الناس اللي كنت بحبهم وبحترمهم جدا أنا هداري شوية الناس اللي يعني فيه كان ناس كنت بعرفهم أو كده وشخصيات لكن يعني إنما هنبين اللي ممكن نقدر نبينه ده هنا مع أستاذ نجاح الموجي وده فيه صديق لي اسمه ناشئة ومازلنا على اتصال نجاح الموجي ايضا كان شخصية ضريفة وطيب جدا شخصيا لأن هما بيقفوا بيكلموا يعني مش فقط ان تعالوا وتصوروا وخلاص لا ده يعني بيبقى بتحس بيهم وبتشوفهم نشوف تاني ده أنا هنا ده أنا هنا مع الأستاذة ليلى علوي وللأسف فيه ناس تلمت فطبعا أنا مش قادر اغطي وشوشوه يعني على الله لو شاهدوا يعني الفيديو يعذروني لكن هم كان المفروض كنت انا واتصور مع ليلى علوي ده شخص يعني اعرفه من بعيد اتحشر في النص يعني زي ما انتم عارفين ساعات كده في ناس في مصر يمكن حتى عمره ما هيشوفهم تاني ويتحشروا في يعني افكر مرة كنا في مصيف واحد راح مدينا قال لنا نصور عيل من عياله معانا يعني يعني ما عرفش طب هيستفيد اي يعني العيل بتاعه ما عرفش يعني دي انا الاستاذة عزوزو نبيل قعدة وتتكلم مع صحفي دي انا مع الاستاذ ممدو عبدالعليم وهو فعلا اياميا خد عن بطل من وراء وكان طبعا هو في تقلقه لان كان لالي الحلمية لسه بتتزاع يعني كان اياميا كان الجزء الثاني او الثالث في لالي الحلمية وكان قريبا هو كان عامل حب واشياء اخرى وحاجات كتيرة وبطل من وراء كان فيلم لزيز واياميا حتى الاستاذ وصر الحكيم جات واخدت جايزة انما هو شخصية لطيفة جدا ومتواضع جدا يعني ما عندوش زي بتوع دلوقتي اللي هو انا اياميا كان يعتبر اياميا يعني ممدو عبدالعليم بين الجيل الشباب اللي هو الجيل بتاعه كان يعتبر الى حد ما نمبر وان يعني ما هو عمل لالي الحلمية كان هو شامس ليم يعني الاثنين كانوا يعتبروا على مستوى في الشباب نمبر وان كافلام وتمثليات ومسلسلات بدليل انه حتى بعد كده بقى يعني بقى من يعني من الفنانين التوب دي انا انا تاني والاستاذ احمد زاكي بعد تانية دي افضل شوية انا والاستاذ احمد زاكي دي هنا مع الاستاذ الله يرحمه عبدالله محمود وبرضا عبدالله محمود كان يعتبر من الشباب اللي خد نجاح وكان له اسمي يعني هو شيلة الشباب هو هو النور وكده يعني كانوا عاملين افلام ومكسرين الدنيا يعني هو كان ايميا هو نفاكر خدعا طلع النخل اللي كان عامله مع فردوس عبدالحميد وكان فيلم تلفزيوني انما برضو كان متوضع جدا يعني يوم لما جي انا كنت راح بخجل كده وعايز كان اعتقد دي اول سنة الواحد يروح يحضر ومعلاش وانا كنت حتى ايميا تشوفوا انا كنت اصغر من الصور اللي وريتها لكم يعني انا مع احمد زاكي اكبر شوية هنا كنت عيل صغير يعني اه وراحت وبخجل كده هو قام وقال عايز تتصور تعالى وبتاعه وانا حتى والدتي كنت راح مع والدتي طبعا طيب ماشي وراح قايم وحتى مش مثلا يعني فيه منهم كنت وهو قاعد كان يفضل قاعد وما يقومش لا ده هو قام وشوفوا حتى المنظر قايم وواقف جنبية يعني منظر جميل يعني دي انا مع الاستاذ سامير الصبري مرة اخرى مع الاستاذ ليل العلوي هنا ديا كان لها موقف مع الاستاذ احمد زاكي وانا عايز الفت انتباهه علشان يبص للكاميرا هو كان واقف بيكلم مع ناس ومش منتباه فانا عمال اقول له يعني ممكن اتصور معاك ممكن اتصور معاك هنا الكاميرا لو سمحت بص للكاميرا فبشاور على الكاميرا واطلعت الصورة بسرعة وانا بشاور هو بيبصلي يعني انت عاوز ايه يعني ما تتصور وتخلصني يعني هو حتى هذا الطريقة اللي بيبص عليها كأنه يعني طب انت عايز ايه يعني ما خلاص يعني ابص ولا ما بصش مش لازم ابص يعني انا باين في الصورة وخلاص دي بقى ده كان فرح لناس اريبنا انا كنت بقى عيل صغر خالص وكان عمر دياب وسعيد عبدالغاني ويوني الشلبي وحتى صبري عبدالمنعم كان لسه طالع جديد يعني مش لسه طالع جديد كان يعتبر فناء يعني مبتدئ كان بقى له فترة ومبتدئ وده عمر دياب كان لسه مبتدي يعمل بعض الغاني المشورة وكان هو مطرب الفرح دي هنا واقف جنب الأستاذ الأبصار الحكيم ده كان نفس اليوم اللي كان فيه عبدالله محمود وانا دي ينصر ابتك مع الوداء وزير الثقافة فاروق حسني والأستاذ وصار الحكيم ونحن لا يعرف مين الذي على جانب وده كان السفير الباباوي الذي جانب وزير الثقافة هنا نحن لا يعرف مين دياً إنما كان الأستاذ يحي شاهين والأستاذ زوزو نبيل بعدما اخذوا الجوايز لأنه كان دائماً ممكن يتصور قبل ما عرض الفيلم وبعد ما بيستلموا الجوايز بيلحقهم كده يا دوبك بالعافية وده هنا الأستاذ ليلة طاهر لا أستطيع فاكر أن الفيلم الذي أخذت عليه جايزة كان فيلم إيه نمى أكثر المواقف هذا هو اليوم الأستاذ ممدى عبد العليم ونفس اليوم لو شفت الصورة اللي مع الأستاذ صار الحكيم كنت لابس نفس اللبس الجاكتة البوني هذا هو كان عن بطل من ورق والأتنين كانوا حاضرين والأختنين أخذوا جوايز الريد الريد في مرة لكم بردو تابع آخر سورة ورأي لكم في مرة لكم بردو تابع آخر سورة ورأي لكم هنا دول الصورتين اللي مع أستاذ أحمد زاكي بعد ما هو يعني هنا ان الصورة ديا تتغذت وبعدين بقى خدنا الصورة التانية اللي هو كان خلاص وقفه علشان الصورة تطلع، اللي هو اضحك علشان الصورة تطلع حلوة كان لسه هو ما عملش الفيلم اعتقد يمكن هو عمل الفيلم مخصوص علشان الموقف دو ان انا بقوله هنا بص على الكاميرا عايز اصور معاك بص على الكاميرا في الاخر راح باصيس ويريت يعني اكون ادت لكم لمحة شواء عن شخصيات ما هو كان شخصيات الظريفة والأستاذ ممدو عبدالعليم وعبدالله محمود كانوا من اكتر الشخصيات توضعا ومحبة يعني ممدو عبدالعليم بالذات كان زوق جدا وعبدالله محمود ايضا ويعني كلهم الثلاثة الله ارحمهم ويرحم الجميع ونشوفكم على خير ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة